حلمت زي ما دايما نعود أقول لكم كده حلمت والحمد لله والشكر لله الحلم أصبح بيترجم وحدة وحدة الحلم بيترجم من 2014 بخطوات واثقة بس مكتملة كمان يعني الخطوة واثقة ومكتملة فيبقى في عندنا منصة رقمية مصرية وده اللي شاهدوا فخامة الرئيس النهاردة خلال الافتتاح إطلاق منصة مصر الرقمية وكمان الرئيس كما جرت العادة يفتتح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرنس زي ما تعودنا من فخامة الرئيس ليس مشروع واحد ولا تنم بل عدد منها محطات انزال الكابلات البحرية فرص غارب والزعفرانة وسيدي كرير وافتتاح مركز البيانات الدولي في القاهرة ومدارس مصر الاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية وده حلوة قوي بالمناسبة دي بتأهلك بعد كده لدراسة التكنولوجيا في الكليات التقنية في مصر وخارج مصر وانت ملو هدومك وميد فل واربعتاشر كمان مراكز ابداع مصر الرقمية ودي عايزين بقى نتكلم عليها شويتين وتطوير متحف البريد المصري خلال كلمة فخامة الرئيس اوضح ان تكلفة انشاء الحي الحكومي في العاصمة الادارية الحي الحكومي بس حي حكومي اداري مميكن يكلف الدولة 100 مليار جنيه مصري انا مش هقدر اقولك فقط لغير لانه الدولة مستمرة طول الوقت في البناء مستمرة طول الوقت في التطوير رقم ضخم في الاخر يفيد كل المصريين بالمناسبة ده بيوفر عملية متقدمة لبيئة العمل في الدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر